مدينة محمدنا السادس طنجاتك بنية اقتصادية ضخمة غير مسبوقة في المنطقة في مستهل حفل تقديم هذا المشروع الضخم قدم وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مليحفظ العالمي بين يدي الملك محمد السادس الخطوط العريضة لهذا المشروع المهيكل الذي يجسد الرؤية الملكية حيال تطوير وتنويع الشراكات السياسية والاقتصادية للمغرب جلالة الملك لقد طورت جمهورية الصين الشعبية خبرة نوعية في مجال المدن الصناعية والمدن الذكية هذه المدن صممت على اساس ادماج المناطق الصناعية والتجارية والسكنية والخدمات العمومية والترفيهية بكيفية متناغمة مع تزويدها بالتكنولوجيات الاكثر تطورا وتلاؤما مع متطلبات الحياة العصرية من جانبه اشاد رئيس مجلس جهة طنجة طوان الحسيمة الياس العمري بالعناية التي ما فتأ الملك محمد السادس يحيط بها الجهة والرؤية الملكية الرامية الى تحقيق تنميتها المستدامة وذلك بفضل المشاريع المهيكلة من قبيل ميناء طنجة المتوسط وشبكة الطريق السيار وخط القطار فائق السرعة والمناطق الصناعية واللوجستية الجديدة هذه الانجازات بوأت الجهة مكانة مهمة لتصبح ثاني قطب اقتصادي وصناعي على السعيد الوطني ووجهة جاذبة للاستثمار واستقرار العديد من الشركات والمجموعات الدولية الشيء الذي مكنها من تحقيق نسب نمو سنوية متساعدة واكد رئيس مجموعة هايتي الصينية لي بياو انه من بين الوجهات التي تنفتح امام الفاعلين الصينيين تحتل المملكة المغربية مكانة متقدمة اعتبارا لمتانة امكانياتها المتعددة واضاف ان الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي ينعم به المغرب باقتصاد منفتح على العالم ومندمج بكيفية جيدة في سلاسل القيم الدولية مدعومة باستقرار رواد صناعيين عالميين في قطاعات تتطلب الجودة والتنافسية هي معطيات تجعل من المغرب بيئة مثالية للاستثمار بالنسبة للمستثمرين الصينيين وحسب بياو يهم المشروع على العموم انشاء قطب اقتصادي بوسعه احداث مئة الف منصب شغل من بينها تسعون الف منصب شغل على الاقل ستأول الى ساكنة منطقة طنجة ويشمل هذا المشروع المدعوم بصناعة دقيقة وصناعة عصرية للخدمات استقرار مئتي الشركة صينية تنشط في صناعة السيارات وصناعة الطيران وقطع غيار الطائرات والاعلام الالكتروني والنسيج وصناعة الاليات وصناعات اخرى حيث سيصل الاستثمار الاجمالي للمقاولات بالمنطقة بعد عشر سنوات الى ما قيمته عشرة ملايير دولار وستقام مدينة محمد نسادس طنجة تاك على مساحة الفيه كتار وبناء على التصميم الاولي سيمتد البناء على فترة عشر سنوات تنتهي باحداث مدينة دولية ذكية جديدة تدمج المعطى الايكولوجي والسكن والصناعة وحيوية الابتكار باستثمار اجمالي قدره مليار دولار اثر ذلك ترأس الملك محمد نسادس حفل التوقيع على بروتوكول الاتفاق المتعلق باحداث هذه المدينة الاقتصادية المندمجة الجديدة بطنجة والذي يتوقع ان يشكل دفعة قوية لمسار التنمية الاقتصادية في المغرب اشتركوا في القناة